والنهاردة بالمناسبة يمكن قبل رحلة السفر كابتن محمود الخطيب كان اجتمع مع مرسال كولر شان يتكلم معاه احنا ايام بسيطة جدا قليلة بتفصلنا عن بداية السيزن كله صحيح المواجهة في الدولة الابطال لكن خلاص انت المباراة العودة حتى تحدد لها الاهلي اعلن انها تكون يوم 15 يعني هتلعب تسعة في تونس ترجع تلعب يوم 15 هنا في القاهرة ده بالنسبة لانطلاقة مشوار دولي الابطال بعدها هيبقى بداية الدولي المصري في نسخته الجديدة وبعدها عندك مباراة مهمة جدا اللي هي السوبر المصري اللي هيجمع بين الاهلي والزمالك فكابتن خطيب الحقيقة كان الاجتماع مش مرتبط بس بمباراة الاتحاد المنسيلي لكن كان مرتبط ببداية الموسم ككل كلم معه في كل التفاصيل واكد على كل الدعم والمساندة اللي هتقدمها ادارة النادي الاهلي للجهاز والكلام كان مرتبط بتحقيق الاهداف اللي بتتطلع عليها ادارة النادي الاهلي من ناحية واللي طبعا بيتطلع عليها كل جماهير النادي الاهلي خليني اقول لكم كمان انه فيما يتعلق بمباراة الزهاب اتحاد الافريقي كان اعلى عن انه تقم التحكيب اللي هتولى مسؤولية مباراة الاهلي والتحاد المنسيلي في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا هيكون الحكم ده طبعا مباراة العودة هيكون الحكم الزامبي سيكازوي هيكون حكم للساحة هيكون معه جيلسون ايمليانو دوس سانتوس ده حكم مساعد اول ارسينيو تشادريك مارينجول حكم مساعد تاني وأودريك نيكول حكما رابعا للمباراة مباراة الزهاب والاتحاد بين الاهلي والاتحاد المنسيلي اللي هتتلاعب ان شاء الله يوم الحد جاي الساعة 4 بتوقيتنا هنا هيقضها طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحلو بن ابراهيم ده هيكون حكم ساحة وهيكون معه معاونين مساعد اول اكرم زهروني وحمزة بوزيت مساعد تاني وهيكون الياس بيكاسيو هو الحكم الرابع في المباراة زي ما قلتلكم ان شاء الله المباراة هتقام مباراة العودة هتتلاعب على ملعب الاهلي والسلام اشتركوا في القناة